وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين بأبوظبي إعلان نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراصخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع عبر شركات اقتصادية فاعلة تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاها على الشعبين الشقيقين وبدعوة كريمة من صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب بزيارة عمل وأخوة لدولة الإمارات العربية المتحدة بين يومي الرابع والخامس ديسمبر 2023 تأتي هذه الزيارة الميمونة تثبيتا للروابط العميقة بين البلدين الشقيقين التي أرثى قواعدها المغفور لهما بإذن الله تعالى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني وصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراهما والتي تقويها وتسم بها أواصر الأخوة الحق والمحبة الصادقة بين قائدي البلدين صاحبي الجلالة الملك محمد السادس وصاحبي السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهما الله وخلال مباحثتهما ثنائيا التي طبعتها ثقة تامة وانسجام كامل في الرؤى حول فرص وإمكانات التكامل والتعاون العمل بين البلدين في إطار تعاضد وتكاثف متبادل جدد القائدان عزمهما الأكيد والملح على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك لأفاق أوسع عبر شراكات اقتصادية فاعلة تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاع على الشعبين الشقيقين وأكد القائدان خلال اللقاء تموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الأقليمية والدولية لأسيما مع الفضاء الأفريقي وبناء على رصيد العلاقات الثنائية ونجاح تجربة الاستثمارات الإماراتية في المغرب ودعما لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين سنتين 2024 ومواكبة لتطور البنية التشريعية والتنظيمية التي تضمن فرصا استثمارية واعدة ومناخ أعمال جاذب قرر قائد البلدين حفظهم الله النية على أساس التوافقات المدونة في هذا الإعلان العمل على إقامة شراكة مبتكرة ومتجددة وراصخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة